موسيقى تمرين الصباح فتقريباً أنا أتمرن حوالي 6 ساعات في اليوم وست أيام في الأسبوع الرياضة مهمة كثير للإنسان جسدياً وعقلياً وأنا من النوع من الأشخاص إذا ما مارست رياضة ليوم واحد أتعب كثير يعني وأحس باكتئاب أو تعب فأول ما مارس رياضة أحس أن أنا رجعت للحياة بس الحين أسكر تليفوني وأنسى كل حد وأركز وأكون في عالمي الرياضة ما قزء من حياتي الرياضة هي أساس حياتي تعلمت كثير من الرياضة منها أن أنا كيف أتعامل مع الخسارة علمتني الفوز وعلمتني كيف أتحد نفسي كوني أمرأة رياضية خصوصاً من هذه المنطقة أتحت لي فرصة كبيرة أن أنا أتقدم بطريقة مميزة يمكن تراجع المرأة في ممارسة الرياضة يمكن تكون هي العادات والتقاليد بس الحمد لله في نظري أنا أنه السنوات الماضية الرياضة النسائية في العرب وفي الخليج في عمان خاصة تطورت كثير أكيد طبعاً الضغط عليها يكون كبير وضغط عالي أن أنا أريد أهلي يكونوا فخرين فيها أولاً وبعدين بلدي والدول الخليجية ودول العربية هما يريدوا ينتظروا إنجازات منك فما تريد تخيبضاً أو الأمل لأيحد أمنيتي طبعاً أنا أستمر في تحقيق الإنجازات لأوصل من أواء اللاعبات على العالم ومن خلال ذلك أتمنى أني أشجع الأجيال القادمة هذا وقت الإمراءة العربية لكي تتألق في مجال الرياضة